وقع الساحة السياسية الوطنية والدولية هو موضوع نقاش ضيف الأخبار مع خلف مزود أهلا بك خلف أهلا أنيسا مشاهدين ما كنتم أهلا وسهلا بكم إذن شارلي إبدو متواصل في فرنسا الغاز الصخري في عين صالح ووزير الخارجية العمامرة حاضر في المسيرة الفرنسية هي إذن ربما أوضاع الساعة الوطنية والدولية التي سنناقشها اليوم مع ضيفنا دكتور فاتح ربيعي قياده في حزب النهضة أهلا بك معنا أهلا وسهلا دكتور فاتح ربيعي هل يقول اليوم جزوي شارلي إبدو؟ بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على شرف المرسلين تحية لكما ولكفة المشاهدين وليشعب الجزير الاحتفال بيناير فهنيئا بهذه المناسبة أما فيما يخص لست شارلي إبدو ولن أكون شارلي إبدو لأن شارلي إبدو أساءت هذه الصحيفة لرسولنا عليه الصلاة والسلام وإن كنا نستنكر القتل ونستنكر الإجراء الذي لا دين له فإننا بالمقابل مستنا هذه الصحيفة في أقدس من أملك وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام رمز الإسلامي والمسلمين ومع الأسف الشديد أنه في هذا اليوم الذي تضامن فيه العالم كله بمن في ذلك العالم الإسلامي بمن في ذلك الجزائر الشعور تضامنت مع الفرنسا بمناسبة هذا الحدث ولكن في ذات اليوم توزع مليون نسخة إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا بدعوة تضامن في العالم الغربي بدعوة تضامن مع هذه الصحيفة أعيد نشر الرسوم مرة أخرى ومع الأسف الشديد حتى في بعض البلدان التي يفترض أن ترفض ذلك وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المجتمع الغربي يكيب بالميكيانين في الوقت الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها لأجل ما يسمى بمعادات سامية وحذار أن تتحدث عن الهولوكوست في الوقت نفسه نحن كمسلمين لا يحترم ديننا لا يحترم نبينا لا يحترم رسولنا هذا غير مقبول فيجب على العالم الغربي اليوم مثل موقف مع فرنسا يجب أن يقف إلى جانب الحضارة العربية الإسلامية سؤالي لكن ربما تكتور فاتح ربيعي كيف يمكن أن نصف اليوم تعاطف ومشاركة الجزائر في هذه المسيرة ومساندتهم لهذه الحادثة والقضية ونحن كجزائريين وكمسلمين لم يساندنا أحد يوما كان على الجزائر أن لا تشارك في وجهة نظري لاعتبار بسيط أو لأمرين أساسيين الأمر الأول أننا في يوم المحنة يوم ما كان يموت الشعب الجزائري بالألاف بالمئات يذبح هنا في الجزائر كانت السؤال من يقتل من وفي بعض الأحيان يأتينا من فرنسا لم نجد هذا البهرجة هذا التنديد بالأرهاب يومها وكأننا لسنا شعبا وكأن من كان يموت عندنا ليس بشرا مات الأطفال ومات النساء وصح حدثت المتفجرات وما لذلك هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن هذه المسيرة سب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم واستهينة برسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأيضا حضر فيها من انتهك حقوق الإنسان في أبشع سوارها وهو نيتنياهو وهو اليهود والصهاينة الجزائر هذا ترفض التطبيع ومع الأسف الشديد وزير خارجيتنا يشارك في مسيرة موجودة فيها العدو الكيان الصهيوني هذا غير مقبول هذا يرفضه الشعب الجزائري ويفترض في من يمثلنا أن يكون يعبر عن عمق الشعب الجزائري الشعب الجزائري لا يقبل على الإطلاق مع تضامنه مع فرنسا في هذه المحنة ولكن يرفض الإساءة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ويرفض أن يشارك زعماء عرب ومنهم أيضا وزير خارجيتنا في مسيرة توزع فيها مليون نسخة إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني الهجوم ضد صحيفة شارلي إبدو الصخرة يعني سيعود بالسلب على المسلمين المتواجدين بفرنسا؟ أنا أعتقد بأن بالتأكيد هذه الحادثة سيزيد من حدة الإسلاموفوبيا ربما نعم ستزيد من حدة بل هناك أطراف خارجية وفي العالم الغربي خاصة اليمين المتطرف المسيرات التي يقودها في ألمانيا ولو لم يحدث تفجير قبل هذا الحادث وأيضا اليمين المتطرف في فرنسا الذي يريد أن يبني مجده على حساب الإسلامي وعلى حساب المسلمين بالتأكيد هذه النعرة هذه العنصرية التمييزية ضد المسلمين في فرنسا وفي العالم الغربي والفوبيا الإسلامية ستدفع وتعطى لها شحنات أخرى بهذه المناسبة ولكن كما قال الله تعالى إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون ويوجد في العالم الغربي من لا تنطلع عليه مثل هذه إلا الحيل وهناك شرفاء هناك أحرار هناك مناظلون للحريات حقيقة وليقبلون مثل هذه المصرحية فتحة أربيعي الذكر هو القرآن والإسلام هو سيحفظه الله ودون شك لكن هناك سؤال آخر هو من سيحفظ الجزائر اليوم لأنه نشاهد الجزائر مثلا فعين صالح استغلال الغاز الصخري واحتجاجات يومية هناك المدير العام بالنيابة لصنة راك مصرح البارحة في مشرة التلفز العمومية بلغة فرنسية ربما معظم أهل الصحراء وعين صالح لا يفهمونها الوزير الأول كان يقول في يوم من الأيام بأن الغاز الصخري سيستغل في وقت لاحق لكن هو يستغل اليوم والسؤال مطروح ما هو مفائدة الجزائر اليوم من الغاز الصخري شوف تعامل السلطة مع ما يسمى بالغاز الصخري يعبر عن قمة الاستهتار والاستهزاء بالشعب الجزائري الشعب الجزائري لم يهن في كوننا أننا لا نحتارم إرادته في ورقة انتخاب يضعف الصندوق ويغير من خلال ورقة الصندوق ليس هذا فقط كل من تتبع كيفية عرض هذا المشروع على البرلمان والتصريحات التي كانت يومها بأن الجزائر ليست في حاجة إلى استخراج هذا الغاز في هذه المرحلة على الأقل إلى 2025 إلى 2030 لكن سرعة التوجه نحو استغلال والحفر في هذه المرحلة دون أدنى اعتبار للشهد بمعنى أننا وهذا ما حرك مشاعر أهل الجنوب وخاصة في عين صالح في الولايات المرست حركهم لأنه شعروا بالحجرة شعروا بالتهميش شعروا بأنه لا قيمة لهم حتى في عمل بدغوجي في إقناعهم وما أشرت إليه في النشرة أنا استمعت مثل ما استمع الكثير من الجزائرين إلى المدير سوناتراك بن نيابة وكيف كان يتحدث بالفرنسية وكأنه يتحدث إلى فرنسيين ولا يتحدث إلى أهلنا في الجنوب ويقول بأن هذا قرار لا رجعت فيه ولا يمكن أن نرجع عنه في الوقت الذي في فرنسا الشريكة توقف وبعد ذلك يحصل القرار نتيجة المظاهرات الآن إصرار ولسنا ندري هذا الإصرار هذا يؤكد مجموعة من المسائل الأمر الأول كما أشرت هو الاستهتار بالشعب الجزائري الأمر الثاني أن التوجه إلى الغاز الصخري في هذه المرحلة هو أيضا يدعو إلى الريبت ويدعو إلى الشك لأنه لا توجد لدينا للشعب الجزائري ضمانات بأن الأموال الموجودة أو التي يمكن أن تأتي من الغاز الصخري سيحصل لها ما حصل سيحصل الأموال ما حصل لأموال البترول أين ذهبت المليارات من البترول؟ هذا حق للأجيال المقبلة ليس من حقهم أن يحرموا الأجيال القادمة هم بدعوة المحافظة على الثروة وقوة الأجيال القادمة وانتهاك لحقوق الأجيال القادمة لكن في نفس الوقت السلطة اليوم تدعو الشعب للتقشف من الجهة والبترول أيضا أسعاره تنخفض يوما بعد يوم لكن نحن اليوم حقيقة ما الذي يجب فعله؟ هل يجب ربما أن نفكر لما بعد وما خارج البترول؟ أو أننا سنبقى هكذا فقط متصلين مع البترول؟ والدولة اليوم تعلن عن توقيف التوظيف العمومي؟ تقول العمال لا تنتظر هناك أي زيادات في هذا العام؟ شوف الدول التي تقدمت درسات تقول أنه يمكن لأي بلد تتوفر فيه مجموعة من الشروط أن يحقق إقلاعا اقتصاديا خلال عشر سنوات حدث ذلك في ماليزيا على يد مهات المحتر بين 85 و95 وفي تركيا مع حكومة أردوغان بين 2001 إلى 2011-2012 تحقق الإقلاع الاقتصادي نحن 15 سنة 800 مليار دولار إذا أضيف إلى هذا الاحتياطي صرف ألف دولار ما يقارب تريليون من الدولارات ولكن مع ذلك ما زلنا في نفس الحلقة قبل 15 سنة سنخرج من الريع البترولي ولكن لا يمكن لمن فشل خلال خمسة عشر سنة أو خمسين سنة أو عشرين سنة أن يقنع الشعب الجزائري بإحداث إقلاع الآن الحركية اللي على مستوى الجنوب لأن أهل الجنوب شعرين بالغبل شعرين يطالبون بتقسيم الفروة والسلطة وشخصيا سمعت هذا من أهل الجنوب مدام أنتم تقولون بأن السلطة اليوم لم تستطع أن تقنع الشعب الجزائري لكن أنتم في المعارضة حزبيا وأيضا كتنسيقية لأنكم متواجدون في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي هل استطعتهم يقنع الشعب؟ طبعا الوسائل التي تملكها السلطة ليست هي الوسائل التي تملكها المعارضة المعارضة وإن تملك رؤية للحل فإنها ليست لوحدها تستطيع أن تفرض حلا على الأرض لأن الذي يستطيع أن يفرض الحلول هو الموجود على مستوى السلطة هذا لا يعفينا نحن كمعارضة المعارضة عملت الآن الحمد لله اجتمعت واتفقت على تشخيص الوضع ثم قدمت حلول رأس الحلول في الجزائر سواء في الجانب الاقتصادي والذي سنتوقعا هو في تدهور هو عمل الأسف الشديد معه حراك اجتماعي قادم ويمكن أن يتحول إلى غير متحكم فيه لا قدر الله إلا منسارع إلى حلول سياسية حقيقية يعني رأس الحلول هو سياسي يبدأ في نظرنا بدستور توافقي ثم توجه إعادة الكلمة إلى الشعب الجزائري يعني هؤلاء لا نقول لهم أعطوا مقاليد الحكم للمعارضة لا أعطوا مقاليد الحكم للشعب الجزائري أعيد للشعب الجزائري حقه في أن يحكم نفسه في أن يجلس من أراد كيف سيعني؟ من خلال انتخابات شفافة والمظيفة والمستقية هذا هو رأس من خلال هيئة مستقلة وهذا أول مطلب للمعارضة هو إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن هيمنة الإدارة هيئة التي تشرف عن العملية الانتخابية من بدايتها إلى منتهى لأن كل الاستحقاقات بالدليل حتى من طرف اللجان التي أنشأتها السلطة أنها انتخابات مزورة لكن في وقت الفيس يقال بأنها كانت انتخابات شفافة ولم تكن هناك لجنة مستقلة كانت هناك انتخابات ولكن كان هناك ناس نجحوا في هذه الانتخابات وتم الإنقلاب وإجهاض المشروع الديمقراطي في الجزائر لا لكن أنا أريد أن أقول هيئة هل يمكن اليوم أن نعيد تلك العملية الانتخابية بدون ما جاء بعدها لأنه من كان في البلديات يومها كان الفيس موجود في البلديات ولم يزور الانتخابات لصالحه بعد هذه الانتخابات أن الإدارة تورطت وبالأدلة وأيضا وضعت قانون على المقاس وقانون الانتخابات الآن ولو إذا أردت أي جهة تريد أن تنظم انتخابات شفافة ونزهة في ظل قانون الانتخابات الحالي لا يمكن أقول لا يمكن لأي دارس لقانون الانتخابات أن يقتنع بأن هذا القانون هو يمكن من خلاله أن ننشي انتخابات شفافة ونزهة وذات مصدقية لابد ولذلك نحن طارحين رزنام التغيير ليس فقط تعديل الدستور الدستور التوافقي بعيدا عن العبث ما أسميه بالعبث الدستوري كي ينعبث الدستور إذا فيه جدية للتوجه نحو دستور توافقي بعد ذلك لابد من تغيير قانون الأحزاب قانون الانتخابات وقانون الإعلام يعني الحزمة من الانتخابات الحاكمة والمنظمة العملية السياسة دكتور فتح ربيعي هذا في حالة ما إن كان هناك دستور توافقي ربما الوقت انتهى سواء الأخير باختصار في حالة إن لم يكن كيف سيكون تعامل المعارضة اليوم في الجزائر أولا إذا قدر الله ولم يكن ذلك مزيد من التعفل مزيد من الاضطرابات مزيد من عدم الاستقرار أنتم الذين ستدعونا إلى هذا؟ لا لابدا نحن ندعو إلى الاستقرار ولكن لما حصلت الفوضى في سوريا لم تستأذن النظام ولم حصلت الفوضى في ليبيا لم تستأذن النظام ولما حصلت في العراق وتحصل هنا وهنات لم تستأذن أي طرف آخر ولذلك على صانع القرار في الجزائر اليوم أن يقتنع بضرورة التوجه حقيقة إلى بناء الجدار الداخلي إلى تقوية اللحمة الداخلية لأن المخاطر كثيرة وبوابة الحلول هي السياسية دستور توفقي قانون انتخابات قانون أحزاب قانون إعلام صحيح لجنة مشرفة عن العمالة الانتخابية إعادة بناء مؤسسة الدولة بناء حقيقيا وصحيحة ذلك ما نتمنى هو يقول أحد الفلاسفة والسياسي بأنه إن كان هناك في بلد مشكل مع الديمقراطية فالحل هو المزيد مع الديمقراطية نعم دائما الشكر الجزيل لك الدكتور فاتح ربيعي القيادة في حزب النهضة وشكرا لكم لتلبيةكم دعوتنا شكرا برك الله فيكم العفو أنتم أيضا مشاهدين مشكرون على حسين إصرائي والمتابعة مواصلة الأخبار مع الزميلة أنيسة نمتوا في أمان إله شكرا لك خلاف شكرا لك سيدي إذن مشاهدين النشرة مستمرة بعد قليل أخبار